أهلا بكم من جديد يعد اليمن رائدا في زراعة وإنتاج المانجو بأنواع مختلفة وجودات عالية ومع غزارة الإنتاج وتوقف التصدير بسبب الحرب يشهد سوقه ارتفاعا في الأسعار لوحات فنية جذابة وكأنها حدائق معلقة تزين شوارع العاصمة من خلال أشكال المانجو المختلفة على مداخل المطاعم والكافتيريات التي يتنفس مالكوها وكأنهم في سباق محموم لرسمي وعرضي أجمل لوحة تشد نظرك إليها قبل الجسد لتذوق عبقها كل ذلك يجعلنا وكأننا أمام حدث هام لكنه موسم المانجو ملكة الفواكه نعلق المانجو بأسرع ممكن بأسرع وقت ممكن يعني بخلال يوم واحدة نعلق المانجو مية سلاة معنا كوادر لعلق المانجو علشان تقلب الزبون يشوفهم معلق يجي يشرب منقه على طول تقلب يعني يزيد العمل عندما يكون العرض موجود يزيد العمل عندنا نقوم بعرض المنقه يعني بمناسبة يعني عايش أن نكسب زبان عايش يعني منظر حلوة كمان يعني للشارع مع الشارع الرئيسي منظر للزبان يعني عايش أن نكسب زبان مرت سيارتي شفت المنقه لفتت انتباهي فقلت أنزل أشرب وهذا من خيرات بلادنا والحمد لله والمنقه هذا اليوم موسمي هذه سوائل 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 مفيد مفيد للجسم أصبحت اليمن في الأعوام الأخيرة في مصاف الدول المنتجة للعديد من الفواكه ومنها المانجو التي تزرع في لحش وتهامة وتعز وغيرها هذه الفاكهة الطيبة في موسمها تنتشر في جميع البوافي والأسواق المحلية بأصناف متعددة كقلب الثور والسمك والتيمور وغيرها وهي تستحق أن تصدر إلى كل حدب وصوب في الخارج لكن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك وبالرغم من زيادة عرض وإنتاج المانجو محليا إلا أن أسعارها تشهد هذا العام ارتفاعا ملحوظا تقي من لاحق تقي له هنا تقي رخيص ولكن هذه الأيام اللي نطريح هناك مقطوية بسبب هذا هنا تقي من هناك يعني غالي ولا هناك رخيص يعني رغم هذا مع الديزال مع البترول مع الناقر مع المواصلات مع الظروف المكتمع والظروف اللي نعاني هذه الأيام من عدم المشتقات النفطية والديزال وسؤال أحوال اليمني تضطر المزارع حتى أنه لا يستطيع أن يدخل الصح بزراعة المانجو وتوريد الأسواق المانجو أو ثمرة الحب كما تسمى بمذاقها اللذيذ المنعش تعد وجبة خفيفة مثالية فهي تساعد على الهضم وفقدان الوزن كما تعمل على تنظيم السكري ومحاربة السرطان كونها غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان في فصل الصيف وهو الفصل الذي تحل فيه المانجو كما تقتضي الحكمة الإلهية الشعبانية أجواء رمضانية يبدأ بها اليمنيون معايشتهم للطقوس رمضانية مبكرا مستبشرين بقدوم شهر الصيام والقيام والعبادة من خلال بعض العادات التي اعتاد ممارستها منذ القدم والتي تصادف النصف من شعبان من كل عام هجري نتابع حلت على الأمة الإسلامية خلال الأيام الماضية مناسبة دينية عظيمة لها وقوها الخاص في اليمن وتعد بمثابة أيام رمضانية مبكرة إنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر شعبان تعرف في اليمن باسم الشعبانية ويجري الاستعداد لها كما شهر رمضان أيام مباركة أيام فضيلة يستحب الصيام بها أيام الثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وهذا تكون زي ما تقول مقدمة واستقبال لشهر رمضان المبارك إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا ما تبقى من شعبان صيام الشعبانية تحول بفعل الزمن وتداول الأجيال إلى عادة دينية مجتمعية وفي أيام الشعبانية تخل المقائل من روادها لصالح عمران المساجد التي تظل عامرة من الظاهرة حتى أوقات الغروب بالمصلين والذاكرين وتلاوة القرآن تصدح في أرجائها طبعا الناس في هذه الأيام يصوموا ويقرأوا القرآن ويذكروا الله كثير كذلك يتأهبوا لشهر رمضان الكريم بالاستغفار وذكر الله عز وجل أيضا أنصح جميع اليمنيين بأن يصفوا قلوبهم من الحقد والغل وأن يعيدوا لما الشمل عسى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه خاصة أهل اليمن بيعظموا هذه الليلة وكثير من مناطقنا ومحافظاتنا في اليمن يقيموا فيها موالد وموائد ويجتمعون فيها هذا الشيء عظيم جدا لكن لا يسوي أن يكون على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب فهو شيء طيب أن يجتمع الناس ولذلك النبي يقول أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام فهي أعمال عظيمة وطيبة ومباركة نحن نحث المؤمنين بالعودة إلى هذه الأعمال التي فيها الصلة بين الناس ونشر المحبة والتعارف والتآلف وبنهاية الشعبانية تحل ليلة لها مكانتها العظيمة في نفوس المسلمين هي ليلة النصف من شعبان والتي وردت حولها العديد من الأحادث النبوية الشريفة التي تذكر عظم هذه الليلة وفضلها جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الأرض مؤمنهم وفاجرهم قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا وجاء في رواية أخرى أن الله يطلع على الناس في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل المؤمنين إلا مشرك أو مشاحن لكل أهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن فالمشرك هو الذي اتخذ مع الله إلها آخر والمشاحن هو الذي في صده أحقاد على إخوانه المسلمين أو مهاجر لهم فكلا الخسرتين هذه تمنع المغفرة يحرص اليمنيون على تعظيم شعائر الله واستغلال مواسم الطاعات ليس لكونهم يعيشون في ظل ظروف صعبة وإنما لكونهم يدركون طريق الفلاح الذي رسمه الله لعباده الصالحين وأن لا معنى للسعادة دون السير في هذا الطريق تتابعون مجموعة من الأخبار والتقارير في سياق المتفرقة تزامناً مع يوم العيد الوطني السادس والعشرين للوحدة اليمنية وقرب حلول شهر رمضان المبارك تم افتتاح المركز التجاري SBC مول بتخفيضات هائلة وعروض وهدايا قيمة نقوم بالواجب وخدمة المواطن ونقوم بمساهمة فعالة الاقتصاد اليمني ونحن أيضاً فخور بهذا الشيء يتربع مركز SBC مول في قلب العاصمة صنعاء في شارع الخمسين جوار الجامعة اليمنية وهو بمثابة فرصة ذهبية يجب اغتنامها من قبل المواطنين لا سيما في فترة الافتتاح حيث تصل نسبة التخفيضات والأسعار خلالها إلى 50% في جميع الأصناف ومن جميع المستويات كيلة متكاملة ومتنوعة خصومات مكان جميل أعتقد أن فرصة تسويقية أولاً المستويقين رائعة جداً إن شاء الله مع وجود أكثر من 35 قسماً شاملاً لكل الاحتياجات وفريق متخصص لخدمة الزبائن مركز SBC مول بوابتك الأقرب والأكبر إلى عالم التسوق في صنعاء ليس فقط في رمضان بل على مدار العام